سلام الله عليكم أجمعين إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير أنتم تشاهدوا الفيديو تاعة اليوم درت معاكم تقنتها على طريقة تقليدية تاعة الأمهات التي نجروها بكري رائعة رائعة فوقا رائعة مع طريقة تقديم سينية القهوة طريقة بسيطة على طريقتي حاجة بسيطة وسهلة وفي متناول الجميع إن شاء الله ياربي برك تعجبكم كما رقم تشوفوها طابل لا درتها حطيتها وكأنهم ضيوف رهم جايين أنا لم أكن لدي ضيوف غير نوريكم بيانسيو إذا كانوا ضيوف لا نضع لهم ثلاثة قاعدة على الطباسات تقني سوف نضع تبصير واحد ومع حاجة واحد أخرى قاطو ومع حاجة واحد أخرى ومع حاجة واحد أخرى ومع حاجة واحد أخرى حطيت البلات على القهوة على جهة فيه حماية على القهوة والحليب وفيه الكيسان والفناجين مع الليسيطة صحدهم كما راكم تشوفو هذي كشمعة كما راكم تشعلت على الريحة بشد لي باخفان في الدار هذا البلاس غير غيراني حطيت فيه سكر وحطيت فيه هذي المغارف وقدرت شوية مقصارات كما هكا حطيتهم يعني ديكور وماكلة في زوج اللي يبغي يأكل وكما راكم تشوفو رشيد شوية ورد هذا كورد رشيد أوراق الورد باش تعطيني منظر باش تعطيني ديكور زوين يعني ويكون عندك حبيب غالي على القلب يكونوا جايين عندك حباب غاليين يستاهلوا الورد كما قال لك المصريين تفرشي لهم الدنيا ورد يعني مش خسارة فيهم كما قلت لكم هذي كشمحات على الباخفان غير باش تدير الريحة في الدار اني شعلتها أمام تول ديكور إن شاء الله يكون نعجبكم يا ربي لطريقة التقديم اللي وريدها لكم ودروكم نجول الموفيد اللي هو التقنتة اللي بغي نديرها أنا جامي لطريقة التقنتة بالميزان ولا بالعبر ولكن بما أني بغيت نسجلها معاكم that the maximum possible باش نسجل لكم ونقول لكم المقادير مضبوطة والحمد لله راني حكمت المقادير المضبوطة هذا عندي ربوع كأس زيت ربوع لتر من الزيت عندي 200 قرام تعلوز مطحون ولا كوكا مطحون عندي 400 قرام تعذين 400 قرام كلها تالي عندي هنا يازل الملح شوية على الملح عندي كيلو تعسل سنستعمل منه كأس ونصف تعسل من هذا الكيس نعبر بنفس الكأس سنستعمل منه كأس ونصف والسميد راح عندي كيلو تعسميد يعني كيلو تعسميد سيقطع لكم ما شاء الله هذا مكونا تخلوه من تالي نخدمه بهم ودروق نستعمل ونبس بالكاستع الزيت اللي هو قدت لكم ربعة لتر من الزيت كيلو سميد في ربعة لتر من الزيت مقادير مضبوطة والوصفة ناجحة ناجحة والنتيجة هاي لا ما شاء الله تبسي مليح هذا السميد يكون من النوع الخاشن الخاشن الخشنقاع كما رقم تشوفه بالزيت وتكون يديالها فيه رشاة الملح ونبعد تتعملي كأس ماء يكون ساخن لازم الماء ساخن ليس بارد ترشي به وتلمي به هذه العجينة تاعة ويارس يكون الماء تدريها على دفعة واحدة أو دفعتين ما تدري شغل بشوية كي يكون الماء ساخن الحبة سميد راح يتشرب وتطرى وتتفخ بالخفر والتقنت تجي من بعد طريق ما تجي شابس غادي نعطيك بالخطوات الفيديو طويل ليس يخفيف كما العادة ولكن فيه شرح مفصل تستفادي منه المبتدئات الموارفين يفهموا غاية حتى للموارفين يديروا تقنتها بطريقة وحدة أخرى نعطيهم أنا هذا الطريقة التاعي المعتمددها من بكري وكنت مضي لها بكري من زيد كما هكا ونزيد كم حاجة ما شاء الله هذا التقنت سوف يدير الحليب للنفس على هذه حنا يبكر المعتمدين هالوالدين كي تولد واحدة ولا يدول تقنتها هي لولا تبقى تأكلها بالقهوة كحلة سوف يمليح للحليب سوف يدير الحليب بزاف المرأة لكي تضع الصغير بتاعها أنا لم أعطي لنفاس لأولوغ ولدي بغاني اندلها تقنتها راني قدرتها قلت نصورها معاكم وانا نديرها باللوز بالكوكا وتجيب بنتها هايلة إلا أنه ولدي هو اللي أصرع لي باش ندير اللوز درتها هنا في هذا كما راكم تشوفوا وخبزتها هكا خبزة واحدة وغادي نديرها للكوشة للفرن هنا كينا تقطعها وطيبها كما نبسس هذه طريقة أنا جينية متعيبة نستعمل جوب خيفا هادة طريقة نديرها في الكوشة كما هكا تتحمل غايت تصفار شوية وتشد روحة نخرجها ما خليها شط حتى تك حال ولا تحمل بزاف شوفوا كما هكا سنقلح 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 من الكوشة سنقلح تبرد غير شوية ونوري لكم شوية سنقلح ما كوشة كما ركما تشوفوا نسيح فيه حتى نكمل الكمية اللي عندي ولازم يكون ساخن باش يتسيح ليس إنه كان برد المهم جني صعب من بعد شوفوا كشي هووت كما الطعام هاني يكمل لكمية اللي عندي بقات هاد شوية غادي نفوت هم بعد نرحي ها في الربو ونعاود ندير ها في كنكمل الخطوة التالية نزيد ها في الطاجين تاعي وهنا مرة أخرى غادي نعاود ها في هدك البلا رد ها في ديكسين اللي طابت في هدرب اللي ولو نعاود هالفرن تتحمر فيها خطوات شوية بزاف ولكن النتيجة والله العظيم رائعة ان شاء الله برك تجربوها سيخطلوا يتكون عندها نفاس ولا حاجة تجربها احنا بك كنا نديرو غير هاد التقنط نديرو الطمينة ما كناش نديرو القاطوات وما كناش ميدروق الحياة قاعد تبدل ترهم يديرو النواع تعال القاطوات العجب تباريك وكل زمان وزمانة ولكن تبقى الحاجة التقليدية والحاجة تبقى دائما معانا موجودة من التراث لا تستغناء وعليها نقعد كما هكا نحرك ونعاود نخليها في الكوشة ونقعد ندير العملية خطرتين تلتخطرات وهي في الكوشة حتى لتحمار لقاع شوفوا هذه النتجة النهائية تاحة وليتبغي نتحمر نتحمل الكوشة تقدر ولكن النتيجة تجيش بخير من نتيجة الأخرى شوفوا هنا هي حامية خرجتها من الكوشة غير غير خرجتها الفوار شوية وراني جبت لها نصف كأس ماء لا أكثر نصف كأس ماء وراني نفتل فيها بعد الماء هذه الخطوة تعرفت لاني نفتل فيها وقدرت لها قبيل الماء باش بعد نصف الماء قبيل الماء تحتغل لكي لا يخرج الفوار لخطوة لخطوة نبلاع وخليها 20 دقيقة حتى تفور غاية هنا المرحلة الأخيرة نحكم 400 قرام الدهان نضيفها في طاجين ولفعتها نضيف كأس ونصف من العسل نضيف كأس ونصف ونزيد لها نصف كأس ماء إذا كان لديك العسل خفيف لا تستعمل الماء وستعمل زوج كيسان من شاء الله بركة الشرح يكون واضح ومفهم تقريبا وسط المرحلة الغلايا سوف نسكب عليها مرة واحدة دفعة واحدة سوف نضيفها كامل وكيلو هنا يقطع لي كيلو سميد بزاف الكمية تقنطها ونخلط وغيل كما راكم تشوفوا هي الطريقة متعبة فيها الخدمة ولكن نتيجة نهائية روعة تجربها بهذا الطريقة لا تستغنيش عليها تخلطها غير خطرة ولا زوج وتطفي لا تجعلها تزيد سينوتي بسلك وفي الأخير نديروا هذه اللوز المطحون أو الكوكاو ولكن العلية نديرها بالكوكاو أحسن من اللوز الكوكاو يعطي فيها شابة شابة رائعة أحسن من اللوز إلا أنه كما قلت لكم في سابق ابنة تاعي أصر باش ندير له فيها اللوز هو اللي بغاها باللوز ونمروا للمرحلة تاعة تزيين المرحلة التالية نهائية كل واحدة وتزيين كي ما تبغي هي وأنا غادي نمري لكم كيفاش بنت لي باش نزيين وكل واحدة والطريقة التاحة لتبغي تدير عقاش لتبغي تدير دراجي لتبغي تدير الحلوة على القلوبة كل واحدة وهي حرة لتبغي تدير القرفة لتبغي تستغنى وش عليها عندي لوز مطحون عندي شوية مكسارات عبارة عن جوز ولوز وكل واحدة وتزيين كي ما بغاات كما قلت لكم كل واحدة والواجد اللي يكون عندها نبدأ باسم اللاح في الشكل الأول في الطريقة التزيين تاع الصحن الأول شوفوا كده سلها ندير المول تاعي في القرفة ونحطها فوق التبسي تحتقنتها في الأول ما تكون شواضحة لازم ندير دو فوا وبعدين قاعدة ما كان شواضحة ما عليش لخاطرش ونبعد هذيك القرفة غادي تشمخ مع هذيك اللي دام لفتقنتها والحسل وغادي تطلق وتولي يولي هكا توليش أكل تحابين بزاف كي ما راكم تشوفوا هنضي لها حبيبة تاع لوز هذا هو الشكل الأول وشوية تعجوز من فوق وانا كملت معاكم طريقة تزيين للصحن الأول ونمروا الآن للصحن الثاني ونمروا الآن للصحن الثاني وطريقة التزيين للصحن الثاني سنضي لها غادي شوية تعلوز منه في الحواف وغادي نضي لها شوية تعجوز في الوسط وخلاص وشوية قرفة شوية تعالی يعني غادي زيدي درتم معاكم وخلاص كل واحده وتدير وش تحب فلت زين تحا نديرو حبيبة تاعجوز وشوية قرفة وانا كملت معاكم وش شكلت التاني التزيين الصحن الثاني أخير الحبات كاملين حتى يكون شكل شباب القرقاء كمّلنا الشكل الثاني وننقل معكم للشكل الثالث ونرى فوتبسي الثالث كيف شدرت له بسم الله نفضل الحفل القرقاء نفضل الحبيبة لتعلوز يكون عندك دراجي ولا حاجة ندري فيها دراجي تنجي شابه بدراجي حلوة على الدراجي ندري هنا شوية شوية حكا تعلوز هكا غير باش ديك ورخفيف وخلاص وصييك الوحدة وليش واتحه اشكال تزيين في اللزاسيات في الثلاثة شوفوك يجاو دا يدين ما شاء الله الجو شابين في المنظر والدوق وما نقول لكم ش لازم للكم تجربوها باش تحرفوا الدوق التاحة كدير نتمنى الفيديو تعليم كان نخفيف عليكم معجبكم ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وفي تفعيل الجرس وباش تبقى تجري الفيديو من فضلكم وقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى الفيديو القادم ان شاء الله